بسم الله على بركة الله السلام عليكم أخوتي المغربة أخواتي المغربيات مرحبا بكم على قناة مامون بيبي عدت لكم من جديد أخوتي أخواتي جمعة مباركة صحة وسلامة وزيد الرزق للحرين والحرات ما شيء للخوانة ما أعني بالخوانة هم المندسين واللي خدامين مع التولاتي واللي يدهقوا المغربة هذو كما الخوانة حسبون الله ونعم الوكيل فيهم فأخوتي أخواتي هذا الأمر هذا رأى عاجل أرى الحج قدام عينكم أخوتي أخواتي وشفت الصحة دي المحمد السادس وشفت بأن رح كان جالس مني كانوا الوزراء تقدموا للولاء وما لفتي يكون واقف مني تكونوا الوزراء تقدموا للولاء كان هذ المرة جالس للأسف لأن الصحة ديالو الظهورات عن طريق التسممات التي أعطيه تولتي أسمى ذروي العمير طهر وناصر بوريطة وماشي غير هات الشيء إلا تلاحظوا راهم وصاوهم بدون شك باش ما يطولوش معاه في الهضراء غير يسلموا عليها بجوش كلمات علاش لأنه ما قادرش حتى يهضر مالف هو تيهضر تيكون واقف ومني تيسلموا عليه كي اللي تيهضر معاه كي اللي تيهضرش شوية معاه كي اللي تيزعم تيزيد شوية معاه في الالكونفرساسيون والو جالس وهو ما تيقولوا لغير يجوش كلمات ديالة سليمة الوزراء الجداد زعمت تعيينات الجداد ما الوزراء أرام لابلوبار رقمشتون نفسهم فهمتوا هي هديك دونك ماشي غي ما قادرش يوقف بل ما قادرش حتى يهضر بزاف لأنه غيتي يسلم عليهم بكلمة أو جوجه وهم عود كذلك رقمشتوب واحد سرعة فائقة باش تيدوزوا واحد مور لاخر وهو غالس وما قادرش يوقف ومني يوقف وقف باش يدير تصويره معاهم ومني يوقف باش يدير تصويره معاهم ميل على جنبه ليصر الدات دياله الجنب ليصر دياله كل ميل لكم لحظتوها بلا شك اليد دياله ليصر بحل وجد بدك تسممات اللي سممات له العظام دياله ولهاد الهدرا اخوتي اخوتي هدي عامين وانا تنقولها لكم في هاد القناة هاد الهدرا مشي اول مرة تنقولها لكم هدي عامين وانا تنقول لكم راه المالك راه المالك أسمى زروال عمير الطهر وناصر بوريط هدي عامين وانا تنقولها لكم ما كنتش تنجبد ناصر بوريط كنت تنقول ورجعوا الفيديوهات ديالي القديمة كنت تنقول أسمى زروال وصحبة واحد في الحكومة وواحد آخر في الاختزانة رجعوا الفيديوهات ديالي القدم ما كنتش تنجبد ناصر بوريط الاسم دياله وما كنتش تنجبد اسميه ده عمير طهر ولكن كنت تنقول اسمى زروال وواحد صحبة في الحكومة تيحكم معها راتيحكم مرا في الحكومة يعني في الوزير وكنت تنقول واحد في الاختزانة دي هو عمير طهر اللي كان في الاختزانة ده بمقاش في الاختيزانة ده بجاكم كلامي ده بتأكدتوا بأن كلامي عن الصح راح كنت تنقول لكم هاد الهدرا والمالك صحيح وقلت لكم راح هالحالة اللي غيوصل لها الوقت اللي المالك صحيح لأننا عارف هادك السعر تتسمم فيه ده بجاكم كلامي ده بهنتوا وما وقفتوا على كلامي اشتوا ده بل حالة ده المالك واش عفتوا الواحد يوصل درجة أنه ما يقدرش يوقف عقلتوا غير هادي عام كيفاش كان شي شوية شي شوية عامر ده بوالو الجلدة على العظم ورقصة تصفيفه رقصة تصفيفه أسمى زروال هي وناصر بوريطا وعمير طهر ده با شفتوا بعينكم بأن راه تولتي هو اللي تيحكم البلاد مني يسبو المالك من السمطة اللي تحت والشعب من السمطة اللي تحت عن طارق نورزينو ويجيبوا نورزينو معزز مكرم ويديروله ودخلا ملكية المغريب فهذا يدل ويبرهن على أن هاد التولاتي هذا هو اللي يحكم المغريب ده بجاكم كلامي صافي ايوه هانتو مشتو هانا ده بج بتلكم البورهان هانتو ما ده بتأكتب بأن كلامي اللي كنت تنقول هدي عامين مني تحلت هاد القناة كله صح ومئة بالمئة صافي واشغنقول لكم أخوتي إخواتي هانتو ما تتشوفوا الصحة يا الملكة هي تتدهور هي تتدهور نهار على نهار وهات الشي رغدي لما لا يحمد عقباه أما الوزارة اللي تعينوا رقم عارفين أسمى زروال هي اللي هي هي رأس الحرب هات الشي اللي يتعين هدي حاجة حاجة أخرى بالنسبة لفاطيم الزهرة المنصوري ركنت باغية تاخد بلاست أخنوش قلت لهم يعطيوها إما بلاست أخنوش بغت تولي هي رئيسة الحكومة ومني قالوا لها اللي ما يمكنش هات الشي رأس ما زروال يرجى تحكم مني قالوا لها الإدارة دي الأسمى زروال قالوا لها اللي ما يمكنش قلت لهم يعطيوها البلاست دي الوزير العدل هي هديك مني تشاوروا مع أسمى زروال قلت لهم لا هدك غضي يبقى في بلاسته هي هديك مني بقى تم صدعهم فاطم الزهر المنصوري بغت السلطة كثر كثر عطاتها لابيطة يعني تكشي تساكن لأن فاطم الزهر المنصوري سبيسياليتة ديالها هي الأراضي والقطارات فهمتوا شو بغيت نقول لكم هدك علش عطاتها لابيطة باش تبقى تتدير نفس الخدمة اللي كانت تتدير في مراكش اللي صالح إدارة دي أسمى زروال صافي تشيلي كين صافي تشيلي كين ومن بعد دبا راها ما عافشنا كيفاش غدير هي عمضة في مراكش ويا وزيرة في الرباط كيفاش غدير يمكن أسمى زروال غادي تحييد لها هديك السلطة اللي عندها في مراكش ومن بعد وغا تخليها غي وزيرة من بعد غادي تبدل الوزارة أو تبقى فاطم الزهراء منصوري بلاش يمكن هذا هو البرنامج دي الأسمى زروال ف اللي منتات لها أسمى زروال يد فليعلم أنه هديك اليد اللي تيمد لها هدك الإنسان بالتبادل يمكن لها تقطعها له ايش غنقولكم أخوتي أخوتتي هدي الحقيقة اللي تتشوفها أمام أعينكم كانت هدي الفيديو لايك والبرتاج والسلام عليكم